بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني كرام متابعي في قناة يومياتي يوميات دودو نهارد إن شاء الله من مطبخي هعمل لكم أكلة من المطبخ الإيطالي أكلة شهيرة جدا هي كالزون البتزا كالزون البتزا هي وجبة صيفية خفيفة شهية مكتملة إلى عناصر الغذائية بتتكون طبعا المكون الرئيسي بتاعها هي عجينة البتزا لكن الفرق بينها وبين البتزا العادية إن أنا ما بحطش الحشوة بتاعتي توبنج من فوق البتزا لا الحشوة أنا بحطها بحشي بيها البتزا وبطوي البتزا أو بطبقها كده على شكل نص أمر إليها شكل مميز يعني وبخبزها في الفورن لحد ما العجينة تاخد اللون الدهبي معي والجبنة اللي أنا حشي بيها البتزا بتاعتي دي بتدوب كده بتاخدين شايفين شايفين الشكل منظر قلبي ضعيف لا يتحمل كل هذا إيه الجمال وجبة مثالية جدا لفصل الصيف خفيفة سهلة الهضم سهلة جدا إن أنا أصغر الحجم شوية وأعملها كشكل صندويتش جاهز أخدها معايا على البحر في المصايف وفي الصيف وجبة ممكن تنفع للغدى تنفع للعشا وجبة خفيفة غنية بالعناصر حاجة كده ولا أروع طيب بما إننا قلنا إن المكون الرئيسي بتاعنا هو عجينة البتزا فطبعا يبقى عندي المكون الرئيسي هو العجينة وإيه؟ عجينة البتزا أنا كنت عملتها معاكم بالتفصيل في فيديو سابق حاسب لكم إن شاء الله الرابط في صندوق الوصف برضو سريعا كده لعجينة البتزا أنا عندي 3 كبيات من الضييق معلقة من البكنج بودر معلقة ملح كيس من الخميرة الفورية كباية من اللبن الدافي 200 ملي 3 معلق كبيرة من السكر 0,5 كباية من زيت الزيتون ومعلقتين من الزبادي بخلط اللبن الدافي مع السكر والخميرة وبضيف الزيت مع اللبن الزبادي وعلى الدقيق بضيف الملح مع البكنج بودر اللي هي المكونات الجفة مع بعض بعد كده بضيف المكونات الجفة على المزيج الخميرة وأبدأ فيه العجن لحد ما تتكون عندي عجينة لينة متمسكة بارشها بمعلقة من الزيت علشان ما تلزقش معايا وبغطيها وبسيبها تتخمر مدة ساعة في مكان ديفي نيجي بقى للوصفة بتاعتنا أنا سبت هنا العجينة بتاعتي تخمر حبدأ أعمل الحشوة معايا فيه الطاصة بتاعتي طبعا الحشوة أنت يعني ممكن حضراتكم تحطوا الحشوة اللي أنتو تفضلوها وتحبوها ممكن تحشوها باللحوم الحمرة ممكن تحشوها باللحوم البيضة ممكن تحشوها بالأسماك سمك الفليق أو السلمون حيبقى خيار رائع جدا الجنبري اللي هو المؤشر اللحم برضو حيبقى خيار رائع جدا الحاجة اللي أنتو تحبوها وتفضلوها والأساسة عندي زي باتفقنا بيبقى فيه عندي العجينة البيضة مع الصلصة مع الجبنة اللي حتدوب معايا في النهاية وحتديني الشكل الجميل اللي بنشوفه مع بعض ده طيب أنا النهاردة هستخدم حاجة برضو بسيطة خالص هستخدم النهاردة في الحشوة بتاعتي البسترمة فحاجة في الطوصة بتاعتي أحط أي مادة دهنية هحط هنا أنا عندي معلقة من السم هتسيح وتسخن معايا وأبدأ أضيف الإضافات اللي أنا عاوزيها في عندي بصل مقطع جوانح هضيفه أشوح فيها البسترمة البسترمة مش عايزاها تنشف معايا عايزاها تبقى محافظة على التراوة بتاعتها هحط البسترمة في عندي طمط مايا مقطعها برضو جوانح هضيفها في عندي فلفل رومي ألوان هضيفه أنا عندي فلفلها خضرة كده لقيتها في التلاجة قطعتها برضو شريح وهضيفها لو في عندك زتون شريح أخضر أو أسود برضو بتبقى إضافة حلوة لما عندي زتون وكمان زتون مع البسترمة هيبقى مالح قوي يعني فلا الملح اللي في البسترمة كفاية جدا وفي عندي بقى معلقتين من صلصة البتزا صلصة البتزا برضو اللي هي الصلصة المتعددة لإستخدام أنا كنت عملتها معاكم على القناة حسيب لكم الرابط إن شاء الله في صندوق الوصفة طب أنا ما عنديش صلصة بيتزا هحط معلقتين من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم العادي وحضيف التوابل وفلفل أصبر ورزماري وأوريجان بس كده يا دودو مش هحط ملح هنا مش هحط ملح علشان البسترمة زي ما احنا عارفين بتبقى ملح حقلي بالكلام ده كله خلاص هي كده الحشوة بتاعتي بقت جاهزة علي الاستخدام حاسبها على جنب تبرد وتستهدى وأبدأ أشوف العجينة مرت ساعة وهي محطوطة في مكان دافي شايفين ما شاء الله خمرت إزاي حبدأ إن أنا ألمها طبعا بكل سهولة علشان معلقة الزيت اللي حطتها حتسهل علي المهمة باجيب صنية وبحط فيها كده معلقة كمان من الزيت النباتي أنا ححطها مباشرة في الصنية اللي حخبس فيها بدل ما أعملها في مكان خارجي وأرجع عن إيه لأ في نفس الصنية اللي حخبس فيها هحط كده معلقة صغيرة من الزيت وابدأ إن أنا أحط عليها العجينة وأفردها هضيف دلوقتي الحشوة بتاعتي اللي أنا مجاهزيها بس مش هضيفها على الكمية كلها هضيفها على نص العجينة لأن أنا هطبق العجينة دي هتطبق فححطها على نص العجينة وأفردها كده كويس حابين تضيفوا أي إضافات تانية فرش مثلا لو أنا هنا سلق بيض قلت برضه علشان يعليلي من القيمة الغذائية شوية سلقت البيض وأطعت شرايح وحب ده إن أنا أرسه كده وأرش عليه شوية من الملح والفلفل الأصبر عشان أتبله هو كبير نيجي بقى الأهم إضافة عندي اللي هي الجبنة الموزاريلا ممكن أحط جبنة موزاريلا ممكن أحط جبنة برميجان أو أي نوع جبنة أنا بفضل وأبدأ إن أنا زي ما اتفقنا حنطبق العينة دي بحيث إن هي تاخد شكل نص الأمر ده الشكل الأكلة المتعارف عليه هطبقها وأبدأ إن أنا أقفل بقى الحواف كده كويس أضغط عليها كويس علشان أمنع الحشوة من الخروط باجي على الوش من فوق الوش اللي يكن حرية الإختيار ممكن تدهنوها بالبض المخفوق مع شوية من الفلفل الأصبر أنا ما بحبش البيض الني يعني فهغطي الوش حدهنو بشوية من الصلصة تديني برضو هتديني لون محمر كده جميل حنشوفه مع بعض دلوقتي أحب بقى تحط شوية من السمسم تحط شوية من حبة البركة وبخبز كلام ده كله في الفرن المسخن ومعد مسبقاً هخبزه في الفرن المدة من عشرة أو من خمستاشر لعشرين دقيقة أو لحداً ما العجينة زي ما اتفقنا تاخد تقرمش كده معايا من فوق الوش تاخد لون دهبي كده جميل والجبنة تسيح معايا الكالزون بيقدم ساخن أو بارد وعايز أقول لكم جربوا الوصفة دي هتعجبكم جداً بألف ألف هنه وشفا شايفين الجمال؟ أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وقفاتكم ألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى